موسيقى ويأتي إرصاء الباكالوريا المهنية في إطار توسيع وتنويع العرض التربوي بالتعليم التانوي التأهيلي وأيضا من أجل ربط الجصور وخلق تلائم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي كما أنها تعتبر فرصة لتنمية مجموعة من الكفايات التواصلية والمهنية لدى التلاميذ مما يجعلهم أكثر استجابة لحاجات سوق الشغل وأيضا يمكنهم من متابعة الدراسة بالتعليم العالي يخص نظام الباكالوريا المهنية فإنه يتم تحضير هذه الباكالوريا في سلكين سلك الجذع المشترك المهني وسلك الباكالوريا المهنية حيث يتخص التلاميذ بأحد المسالك المتفرعة عن الجذع المشترك المهني وتتم الدراسة عبر ثلاث مكونات مكون التعليم العام حيث تنجز الحصص داخل التناوية التأهيلية المحتضنة للمسالك المهنية والمواد المهنية يتم تدريسها في مراكز التكوين المهني إلى جانب التداريب المهنية التي تنجز داخل وحدات الإنتاج التابعة للمقاولة بتقطير من مراكز التكوين المهني وللإشارة فإن المواد العلمية وكذلك المواد المهنية تدرس باللغة الفرنسية تلوش إلى الباكالورية المهنية يجب أن يتوفر التلميذ على مجموعة من المؤهلات أولا القدرة على التواصل والتمكن من اللغات تعنيا القدرة البدنية على متابعة الدراسة بهذه المسالك حيث تتم عملية الانتقاء من طرف لجنة مختصة وبالاعتماد على معدل معين يتم حسابه وفقا للحالات الحالة الأولى بالنسبة لعملية التوجيه إلى المسالك الخدماتية وإعادة التوجيه بينها يتم الاعتماد على المواد التالية المواد المهنية اللغة الفرنسية اللغة العربية مضروبة في معاملاتها أما بالنسبة لعملية إعادة التوجيه إلى المسالك الخدماتية من باقي الشعب فإنه يعتمد على المواد التالية اللغة الفرنسية اللغة العربية التاريخ والجغرافية مضروبة أيضا في معاملاتها وللإشارة فإنه في حالة التوجيه إلى مسالك السنة الأولى من سلك الباكالورية المهنية فإنه يتم الاعتماد على معدلات الدورة الأولى فقط في المواد المؤهلة أما بالنسبة لعملية إعادة التوجيه إلى مسالك السنة الأولى من سيكل البكالورية المهنية فإنه يتم الاعتماد على المعدلات السنوية المحصل عليها في المواد المؤهلة خلال الجدء المشارك الذي انتقل منه المترشح إلى السنة الأولى بكالورية وبعد الجدع المهني الخدماتي يمكن للتنميذ اختيار مجموعة من المسالك والشعب أولا المسالك الخدماتية التي تعتبر كامتداد للجدع المهني الخدماتي حيث نجد مجموعة من التخصصات كفنون الطبخ، طعام، إدارة، لوجيستيك، تسميم أزياء وغيرها كما يمكنه أيضا اختيار الشعب الأدبية، أداب العلوم الإنسانية، اللغة العربية، العلوم الشرعية كما أنه له إمكانية اختيار شعبات العلوم التصادية والتدبير أو الفنون التطبيقية بالنسبة للمواد المدرسة والحصص الأسبوعية فإنها توزع حسب مواد التعليم العام والمواد المهنية أما فيما يخص الامتحانات الإشهادية فإنها تختلف حسب المسالك بحيث أن مسلك فنون الطبخ ومسلك خدمات طعامة ومسلك الاستقبال الفندوقي يتم اختبار التلاميذ على مستوى الامتحان الجهوي في المواد التالية اللغة والثقافة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التربية الإسلامية والرياضيات أما فيما يخص الانتحان الوطني فإنه يتم في المواد التالية اللغة الأجنبية التالية، الفلسفة، ثم المواد المهنية بالنسبة لمسلك التجارة ومسلك المحاسبة ومسلك التسير والإدارة فإن المواد المدرسة توزع كذلك بين مواد التعليم العام والمواد المهنية وفق معاملات محددة تجدونها في الجدول أمامكم أما بالنسبة للاختبارات الإشهادية فتختلف بين الامتحان الجهوي حيث يتم اختبار تلاميذ في مواد اللغة والثقافة العربية اللغة الأجنبية الأولى والتربية الإسلامية أما على مستوى الامتحان الوطني فإنه يتم اختبار تلاميذ في المواد التالية الرياضيات الفلسفة اللغة الأجنبية الثانية ثم المواد المهنية نفس الشيء بالنسبة لمسلك اللوجيستيك حيث تتوزع المواد بين مواد التعليم العام والمواد المهنية فيما يخص امتحانات الإشهادية فإنه يتم اختبار التلاميذ على مستوى امتحان الجهوي في المواد التالية اللغة والثقافة العربية اللغة الأجنبية الأولى التربية الإسلامية ثم الرياضيات أما على مستوى الامتحان الوطني فإن المواد المدرجة في هذا الاختبار هي الفلسفة اللغة الأجنبية التانية ثم المواد المهنية بالنسبة لمسلك تصميم الأزياء نجل تقريبا نفس توزيع المواد المدرسة بحيث يتم اختبار التلاميذ على مستوى الامتحان الجهوي في المواد التالية اللغة الثقافة العربية اللغة الأجنبية الأولى التربية الإسلامية ثم الرياضيات وعلى مستوى الامتحان الوطني نجد المواد التالية الفلسفة اللغة الأجنبية الثانية ثم المواد المهنية ملاحظة مهمة بالنسبة للامتحان الوطني فإن المواد المهنية يتم الاختبار فيها على مرحلتين فترة الصباح تدوم أربع ساعات ثم الفترة المسائية وتدوم ساعتين وعند نهاية الجدع المهني الخدماتي يتعين على التلميذ التعبير عن رغباته وذلك من خلال تعبئة بطاقة الرغبات ثم تعبئة بطاقة الترشيح للمسالك المهنية التي تتضمن حيزا خاص بمصالح الصحة المدرسية حيث يتم التأكد من قدرة التلميذ على متابعة الدراسة بالمسالك المهني كما يتضمن ملف الترشيح بيان النقط للدوراء الأولى وتصدر الإشارة في سياق الظروف الحالية التي يمر منها المغرب على أن الوزارة ستقوم بتفعيل منصة إلكترونية خاصة بتدبير عملية التوجيه المدرسي والمهني حيث يمكن للتلميذ التعبير عن اختياراته مباشرة عبر الرابط المخصص لفضاء التلميذ وتجدون أسفله الرابط متمدرس.من.gov.ma تجدون أمامكم صورة لبطاقة اختيارات التلميذ المشترك هذه البطاقة موزعة إلى مجموعة من الخانات هناك حيز خاص بالمعلومات الشخصية للتلميذ حيز خاص بالاختيارات ونجد ثلاث اختيارات حيز خاص بولي أمر التلميذ حيث يتم إدراج موافقته ثم حيز خاص بخاتم وتوقيع الإدارة وفي الجهة المقابلة ستجدون تذكير لمختلف إمكانيات متاحة بعد الجدع المشترك المهني بعد تعبئة بطاقة الاختيارات يجب على التلميذ تعبئة بطاقة الترشيح لولوج البكالوريا المهنية وتجدون أمامكم صورة لهذه البطاقة حيز تكون مجموعة من الخانات في الأعلى نجد نوعية الطلب طلب توجيه أم إعادة توجيه أيضا المستوى الجدع المشترك أو المستوى الأولى بكالوريا بعد ذلك نجد خانة خاصة بالمعلومات الشخصية للتلميذ بعدها خانة خاصة بالاختيار ونجد ثلاثة اختيارات بالإضافة إلى تحديد نوع الجدع المشترك هل هو مهني خدماتي صناعي أم فلاحي في الأسفل يجب تدوين رأي ولي أمر التلميذ بالإضافة إلى رأي الإطار في التوجيه وخاتم وتوقيع رئيس المؤسسة في الجهة المقابلة نجد حيز خاص بمصلحة الصحة المدرسية حيث تؤشر على مدى قدرة التلميذ على متابعة الدراسة بهذا المسلك بعدها نجد حيز خاص بالمواد المؤهلة ضربة في معاملاتها ثم في الأخير نجد حيز خاص بلجنة الاختيارات حيث يتم تدوين قرار اللجنة بالقبول أو بالرفض تعتبر عملية إعادة التوجيه من الحقوق المكفولة للتلاميذ خلال بداية كل سنة حيث تمكنهم من تغيير توجيههم وتصويب اختياراتهم وتهم هذه العملية فئتين الفئة الأولى تلامذة مسارك سنة الأولى من سلك الباكالوري المهنية في التخصصات الخدماتية والراغبين في إعادة التوجيه نحو مسارك سنة الأولى من سلك الباكالوري المهنية في تخصصات خدماتية أخرى أو نحو الشعب الأدبية التي تضمن شعبة الأداب والعلوم الإنسانية بمختلف خياراتها وشعبة العلوم الشرعية وشعبة اللغة العربية كما يمكنهم أيضا إعادة التوجيه نحو شعبات فنون تطبيقية أو شعبات العلوم الاقتصادية والتدبير الفئة التعنية وتخص تلامذة الشعب العلمية والشعب التكنولوجية والشعب الأدبية الراغبين في إعادة التوجيه نحو مسارك السنة الأولى من سلك الباكارورية المهنية في التخصصات الخدماتية في هذه النقطة سنطرق إلى نظام الجصور بين التكوين المهنية والمسالك المهنية والذي يعتبر بين أهم إيجابيات تجربة الباكارورية المهنية حيث يمكن هذا النظام تلامذة التكوين المهني الحاصلين على ديبلوم التأهيل المهني أو شهادة نجاح في نهاية التكوين من الولوج إلى مسالك السنة الأولى من سلك الباكارورية المهنية كما يمكن تلامذة سنة ثانية مسيق الباكارورية المهنية الذين لم يتوفقوا في الحصول على شهادة الباكارورية من الولوج للسنة الثانية من مستوى التقنيب التكوين المهني بالجهاء مع احترام بطبيعة الحال التلاؤم بين مسالك الباكارورية المهنية وتخصصات التكوين المهني في النهاية سنترق إلى بعض الآفاق الدراسية والمهنية المفتوحة أمام حاملي الباكارورية المهنية حيث تمكنهم من ولو سوق الشغل حسب مجالات تخصص لكل مسلك كما أن حاملي الباكارورية المهنية يمكنهم خلق مقاولات ومشاريع شخصية مستقبلا بعد استكمال الخبرة اللازمة وكباقي مختلف شعب الباكارورية يمكن لحاملي الباكارورية المهنية ولوج مؤسسات التعليم العالي ونذكر هنا كمثال المدرسة الوطنية للتجارة والتسير المدرسة العالية للتكنولوجيا المعهد العالي الدولي للسياحة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ضباط الصف والقوات المسلحة الملكية الشرطة مؤسسات كوين مهني وغيرها مع الإشارة إلى أنه يجب مراعاة شروط ولوش كل مؤسسة وملائمة مسلك الباكارورية المهنية مع الشعب المتوفرة بكل مؤسسة وفي النهاية نتمنى لكم أعزائي التلاميذ مسيرة موفقة في حياتكم الدراسية اشتركوا في القناة